وفي إثيوبيا أعلنت اليوم سلطات إقليم أمهراء الذي ينحدر منه رئيس الوزراء أبي أحمد حالة استنفار لمواجهة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تحكم قبضتها على معظم أراضي الإقليم في مؤشر جديد ينذر بحرب أهلية في البلاد بريم دلومي تطورات جديدة تنبئ بحرب أهلية في أثيوبيا بحسب مراقبين بعد إعلان إقليم أمهراء التعبئة العامة لمواجهة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في وقت يزداد فيه الوضع الداخلي بالبلاد تعقيدا جراء تصاعد المعارضة الداخلية لسياسات رئيس الوزراء إذا ما دخلت الأقاليم الأخرى خاصة إقليم الأرومو الذي يشكل سكانه أكثر من 40% من تعداد سكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم المئة مليون نسمة إذا ما دخل إقليم أرومو وكذلك إقليم الصومالي الإثيوبي الذي كان له قضية تاريخية مع الحكومة المركزية هذه الأقاليم إذا انضمت إلى الصراع أو انضمت إلى الوقوف ضد إقليم تيجرايف فهنا ربما نتصور أن المسألة ربما تنزلق إلى حروب أهلية إقليم عفار الأثيوبي الذي يحظى بأهمية استراتيجية هو الآخر فتح جبهة جديدة ما يضع مستقبل البلاد على المحك فقد أطلق الرئيس الإقليمي إبراهيم حامد نداءات للمدنيين بضرورة حمل السلاح والقتال ضد إقليم تيجرايف في مؤشر ينذر بتصعيد القتال في المنطقة فما يحدث الآن في تدخل مثلا من المتبردية التيجرايف في منطقة عفار والزحف نحوه ومحاولات الزحف نحوه أمهاره هذه كلها سوف تؤزم الوضع وسوف تكون هناك المزيد من المجاعة والمزيد من الحروب ومن التخوف ومن النزوح وأيضا من التعقيد في مسألة وصول المواد الغذائية والمعونات الإنسانية إلى هذه المناطق لا نستطيع أن نقول أن أثيوبيا غير مقبلة على حرب أهلية تحديات كبيرة تهدد مستقبل أثيوبيا واستقرارها فالوضع الداخلي يزداد تعقيدا في ظل تساع رقعة العمليات العسكرية بين جبهة تحرير تيجراي والجيش الأثيوبي انتقلت رحاها إلى أقاليم أخرى ترجمة نانسي قنقر